السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد واليوم معنا افضل تجمع بي سي 150 دولار طبعا القطع راح تكون قديم شوي بس ممكن تشغيل لك عددات متوسطة وفريمات عالي في الالعاب القديمة والجديدة طبعا اذا اول مرة بتشوفنا ياريت اضغط الزر السبسكريد تحت وتفعل زر الجرس يصلك كل جديد واذا عندك اي تعليقات او اي استفسار ياريتك في التعليقات لانه رايك بهمنا كمان في التعليقات ونروح اول قطع كورتو قوات كورتو قوات تسعة تلاف ستمية وخمسين الاقوى من فئته من الكورتو قوات قبل سبع سنين من انتل وبيشتغل على سوكت ال جي اي سبعمية وخمس سبعين وثلاث ميجا هيرتز وتقدر البوست اي 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 اوفر كلوك ثلاث فاصل خمسة ميجا هيرتز وكمان خمس سسعين واط واثنعشر ميجا بايت كاش وخمسة اربعين نانو متر في النسخة منو بيجي الخمس ستين نانو متر وبيجي نفس اا نفس القوة بس بيجي اا حرارة على وبعطيك اا قوة اقل انو نانو متر بفرق معك بكثير وزي ما قلنا الجي اس اا سبعمية وخم سبعين اللي هي من انتل ونروح اا على ثاني قطعة اللي هي الماثر بورد اللي معنا هي من الاسوس الاسوس بي فايف جي واحد واربعين تي ام ال اكس اللي بتيجي بتدعم الوفر كلوك وبتيجي بتدعم سكت الجي اسبعمية وخمس سبعين وبتدعم دي دي ار ثري ثمانية جيجا وفي منها نسخة بتدعم ستعاشة جيجا اثنين منفذين الرامات اللي هي دي دي ار ثري الف تثمية ثلاثة ميجا هيرتز وكمان تدعم انترنت واليو اس بي ثلاث ومدخل الشاشات قديمة وكمان هاي الماثر بورد ممكن تكسر عليها سرعات عالية على المعالج هذا الكورتو قواد طبعا كورتو قواد زي ما قلنا قديم شوي بس يعني بمشي حاله لانه اربع انوية اربع فرد اثنى عشر ميجا الكاش طبعا نروح على القطع الثاثة القطع الثاثة هي من الكيرسل كلسل اللي هي دي دي ار ثري اربع جيجا يا ثمانية حسب انت ميزانيتك طبعا هاي مية خمسين دولار راح يجي على اربع جيجا اللي اللي حقها اه اه دينار اما عادل ستة عشر دولار وطبعا اذا ما بدك من كيرسل في عندك من السامسونج لاربع جيجا الف ثلاثةين ميجا هيردس ستة دولار من سامسونج فاخذ من سامسونج آآ الف ثلاثة ثلاثةين ميجا هيردس واربعة جيجا آآ من السامسونج اللي هي الرام وطبعا رامات سامسونج معروفات انILY بقوتهن واتحملهن. اسم اصلا على شركه تصنع رامات سامسونج وكمان ونروح للقطعة القطع البعض هي rx 550 يوين جانجا الاولشى بيجي بيساي اكس برث 03 ج شدد او فيو وكمان بدعم الكرت ETF dyrect x adding 121 و 128 وصرعته 11500 هاي السرعة وسرعت الذاكرة 700 ميجا هيرتز طبعا الكرت معروف عنه بالاداة المتوسط وفيه كمان مدخل اجدي اماي ودي في اي واحد وكمان بعطيك فريمات متوسطة الى فريمات مقبولة وبيجي نسخاتهم اثنين جيجا اربعة جيجا سعره ثلاثة واربعين دولار وبيجي مروحة واحدة هي من جيجا بايت تبريد جيجا بايت معروف المكثفات اليابانيات والاصليات وكمان وطبعا الماثر بورد اللي قلنا عنها هي من ازوس اللي بتدعم كمان مكثفات اليابانيات وتبريد محترم بعطيك وكمان اخص اشي الفريمات الكرت في الشاشة اني يعطيك اه برودة للكرت عشان مفروض لك اداة قوة وبسحب اقل كهربة وطبعا القطعة البعدي هي القطعة البعدي هي الباور سبلاي باور سبلاي يبدو خبن اي في جي ثيرماتيك اه مثلا من كورسير اه الكولر ماستر طبعا بح تاخذ من اي في جي اللي هو خمسة وعشرين دولار اربع مية وخمسين واط كافي وزيادة او اذا بتحب تطور لقدام بالمستقبل تاخذ خمسمائة واط اذا بتاخذ خمسمائة واط ممكن تطور القطع لبعدين واا الروح القطعة البعدي ايه الهارد ديسكي من وستن ديجيتل او سيجيت باراكوده اللي بهيجي صمانت عشر دولار النسخة الخضراء اللي هي بتيجي سبا تلاف ومعتين دورة وخمسمائة قيزة البيجي صمانت عشر دولار اما وستن ديجيتل ثلاث وعشرين Dåلار اللي البلاو اللي بيعطيك كمان سبا تلاف ومعتين دورة الدقيقة طبعا معروفات الشركات الوستن ديجيتل والسيقة البراكودة معروفة كثير وكمان اذا بتحب تطور هالا تجميعا ممكن تحط عليها اس اس دي اللي هو مية ثمان وعشرين قيجة من كينغستن او وستن ديجيتل طبعا راح يكون كلهم اسفل الوصف وروابطها وراح يطلع كلهم المواصفات قدامكم على الشاشة وهي كانت تجمعتنا واذا حاب تحط المبرد احترافي راح يكلفك خمساشر دولار اللي هو بس مروح من صين صينية القطعة بس تعطيك اداء مرتب عشان تلعب اراحتك بدون ازعاج بدون ما تسمع صوت مراوعة عالية بدون حرارة بدون تكسر تقدر تكسر كمان سرعات على تقدر تحصل فريمات اقوى طبعا زي ما قلنا يعني هاي القطع اه متوسطة السعر هاي اولي شي حتى اقل من متوسطة مية خمسين دولار بتشغل لك اه اداء عالي ممكن شغلك فريمات عالية كمان وممكن ترندر عليها اشي بسيط مش اشي العالي اشي بسيط كثير على الادوبي برومير وكمان زي ما قلنا اهم اشي تشتري باور سبلاي مش صيني لازم تشتري من ماركة معروفة لقلت لان الماركات لا تشتري غيريهم لانه ممكن يضروب لك المعالج وكل القطع طبعا لا تكسر المعالج اكثر ما هو من ثلاثة باصلة خمسة ميجا هيرتز نصيحة لانه مع الوقت انت بتكسر الفولتيجات وممكن يخرب معاك ممكن تطلع الدخلة كمان وبس هاي كانت تجمعتنا وممكن نجيب ارخص ممكن تجيب الزيون زيون اكس خمسمية واربع اه خمسة الاف اربعمية وخمسين نفس المواصفات بيجي بسعر سعه دولار سعه دولار معه الزيون معي انت مصح صح طبعا من الموقع الاسعر هاي من من الموقع علي اكس برس علي اكس برس لو بتكشري من امازون امازون ما فيها الكورتوكوات فيها الار اكس خمسمية وخمسين بس ما فيها الكورتوكوات اذا حال بتشتري مواقع اخرى مثل الاليبابا ومثل فور ديل او جولي شيك طبعا القطعة كلهم بطلع عليك بدون المبرد مئة وخمسين دولار بالراحة مئة وخمسين دولار تجمعت بي سي فاهم يعني تعطيك اداة قوي وكمان اذا عندك قطعة قديمة ممكن تطورها وتحط هذول القطعة التجمعات القديمة وبتصير اقوى وهي تجمعتنا كانت لليوم بس يعني اذا انت وجيت القناة ياريت تشترك تفعل زر الجرس يصير كل جديد واذا عندك اي تعليق بشان القناة ياريت تكتب بتحت لانه تعليق لك بهمنا واذا في عندك اي اسلف صار كمان ياريت تحط بتحت وطبعا نصيحة زيد ما اقولها لا تكسر رامات اكثر من واحد فاصلة خمسة فولت لانها رح تسبب لك مشاكل بالمستقبل وبس هيا حبيت معلومة كنت اقولها واذا عاجبك الفيديو ياريت اضغط لايك وطبعا الروابط كلها في الديسكروبشن وياريت شايك على القناة لان فيها تجمعات ثانية ممكن يفيدنك وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محمد